من ضمن الاسئلة قال صنعين شمسي روسي ولا اداب صينية? انا وجهة نظري لو هنتكلم في اللغات انا اميل اكثر لالغة الصينية عن اللغة الروسية. انا عارف الناس اللغة الروسية بيشتغلوا في السياحة وفي واحد يقول لك تور جايد وسياحة الروسية اكتر سياحة هنا عندنا والى اخره. ولكني اميل اكثر الى اللغة الصينية. سواء هيشتغلوا فيه شركات الاستراد والتصدير واحنا بنستورد كتير جدا من الصين فبتحتاجه بشكل كتير جدا في سوء العمل. وفي شركات لأ ما شاء الله بيدوا راتب كويس لو انت حاب مجال الشركات. السياحة الصينية كمان موجودة في مصر لو انت حابب سياحة الصينية. وزي بيول لأ بيدفعوا كويس. اه فضع ده فيه الاعتبار. لكنها لغة صعبة مسهلة. اه حابة بس انك تشوف انت مالية ولا فالناس مش هتعينك عشان انت معك مؤهل حاصل على اداب صيني او لغة صينية. لأ هيشوف لغتك. فده اهم حاجة. فلو انت ملاكش ميل للغة الصينية او مش حاببها او ملاكش نفسي فيها. ضع ده فيه الاعتبار لانه بيمثل جزء مهم عند الحديث على هذا الموضوع. وربنا وفقك ويكتب لك كل خير. بإذن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة. والاعجاب بيقى الفيديو لمتابعة كل جديد وبالتوفيق.